مرحبا برج الدلو اهلا فيكم الشريكي رانا اندورت راسه اندل عجلة الحظ ست الخماسيات تحب تسوي اللي براسك وتحب تخلي ايضا الامور مفتوحة في حياتك بدون ارتباط بدون تعلق هذا هي طبيعتك انت يا برج الدلو افعل ماذا تفعل ثمان الثمان الاغصان شريكك فهم رسالتك بشكل واضح ولكن يحس ايضا انه مخذول او كأنما ما عندك القدر على الحب ما عاد عندك ثقة في الناس شريكك يرى انه انت فقدت الامل او الايمان فيه حتى وخمس الاغصان انت عنيد ومن نوع اللي توقف للشريكة على حبه برج الدلو شريكك مثل ما قلت لك هو كأنما قاعد ينظر لك من بعيد حتى في فترة الانفصال ويحسدك على الوضع اللي انت فيه ان انت من اكثر الابراد شجاعة تفعل ماذا تريد وما تسمح للاخرين بان يربطوك او يعلقوك خصوصا لما يكون الوضع الموجود امامك ما حسب توقعاتك ما تريده وايضا ما تبيه انت ناجح في هذا الشيء فالشريكي شوفك ان انت خليت خياراتك مفتوحة عندك خيارات عندك الكثير من الاشخاص اللي يرغبون فيك انت مرغوب يا برج الدلو ودورت راسك انا ما حاول معاك ايضا باكثر من اسلوب باكثر من طريقة ان يتفاهم ولكن ما صار هذا الكلام لان انت كنت واضح قلت ما تعني وفعلت ايضا ما تعني كنت واضح معا من البداية ما ادرفش الوحيد مثلا قلت له اذا تريد ان احنا نكمل لازم تسوي كذا كذا اذا راح تسوي كذا راح اسوي كذا اهني عندنا نوع من الفعل وردة الفعل الفعل والنتيجة كنت واضح معا وهو هذا الشخص يعرف يعرف ان الافعال اللي سواها تجاهك اخطأ في حقك احتمال يعرف ماذا نهايتها ولكن ما كان يبدلك القدرة ان يسوي شيء غير اللي سواه ما كان يعني كأنما بالنسبة لي كان مقيد لدرجة ان مهما سوا في النهاية راح يخذلك مهما سوا في النهاية راح يخسلك ما كان وضع الخاص يسمح له ان يعطيك ماذا تريد في العلاقة او يستطيع ان يروى عينك لانهني مثل ما قلت لك انت عندك الكثير من الخيارات برج الدالي هو البرج اللي ستة الخماسيات يعني له انه دخل الى حفلة كل الاهتمام منصب عليه هو مثل ما نقول نجم الحفلة لديه الكثير من الاشخاص اللي يرغبون فيه فمن سيختار الكل عينهم على برج الدالي ومن سيختار انزين فانت كأنما ما عجبك هذا الشريك تركت يشوفك ان انت قوي ايضا ما عجبك الوضع معاه صار الانفصال حاليا بعد تستمتع في الحفلة تستمتع في الاخذ والعطام مع اشخاص الظانين وايضا يراك ان انت ما عطيت فرصة للدفاع عن نفسه على طول احتمال عطيت بلوك نهية العلاقة وممكن ايضا القراءة تكون عكسية اعكسها بما يناسب وضعك مع الشريك لكن هو يحس ان انت هنا ما تفهمت معاه وظليت تنتظر منه الزلة بس يخطأ عشان تنتهي العلاقة بالنسبة له يشوف ان العلاقة معاك كانت نتيجتها اللي وصلت فيها لحد الان هو الانفصال حتمية ما هي خطواتة القادمة يا برج الدلو خصوصا ماذا تنتظر عن نفسه خصوصا اذا كانت تنتظروا بالجوع ما هيش Logo شنو في اص irmt ما كيف يعطيه للشريك خطواتها القادمة لان خطواته ستكون بعد فترة جدا طويلا عندما بدنا خطواتها احتمال انك يا برج الدلو تتعامل مع شخص برج ترابي عذراء جدي ثور او حتى ناري ولكنه جدا بطيء بطيء ولكن عندما يصل سيثبت وجهة نظرة يعني مو بتلك كأنما انت هنا في حفلة وعندك خيارات حتى لو ما تحس ان عندك خيارات ترى كل الاهتمام والاعين متوجهة نحوك يا برج الدلو عندما هذا الشريك في النهاية بعد زمن طويل يصل الى الحفلة اللي انت فيها الوضع اللي انت فيه رح يدخل ويدخل بقوة ويقول برج الدلو ملكي انا ملكي وحدي رح يحاول مدري ليش احسن هذا الشخص دائما يحاول ان يقيدك انت ما تحس انك مقيد طبيعتك الهوائية مقيدة في حيرة احتمال انه مش واضح احتمال انه من برج الدلو برج الجدي او الحود لانهم اكثر الابراج اللي مش واضحين القمر هو برج الحود اوكي وعدم الوضوح وايضا تأثير برج الجدي على الابراج الحوائية العربة كرت الغصمين كرت الشراكة هذا الشخص خطوتها القادمة قلت لك بعد فترة طويلة رح يحاول عنده نوع من الطاقة اللي دائما يحاول ان يتملكك او يملكك لان انت طبيعتك هوائية منفتح انزين الكل يرغب فيك تثير اهتمام الكثير من الاشخاص وشريكك يلاحظ هذا الشيء فهني يريد كأنه ما يأخذك ويحطك في قفص او يحطك في علبة بعيد عن عين الناس رح ياخذ وقت طويل عشان ياخذ الخطوة اللي انت توقعها ولكن عندما يصل رح ايضا يضعك في حيرة ليش؟ لانا اقولك يا برج الدلو انت رح تكون في مرحلة خلاص واجهت الواقع وقررت بينك وبين نفسك ان تمضي قدما عن هاي الشخص و تمضي قدما عن هاي العلاقة فرجوعة رح شوي كركب لك امورك في وقت قلت لك وقت اللي انت توقعها ما راح يأتي ده ما يمر زمن طويل وصير عندكم حتى المشيب وقتها رح يرجع ويرجع بقوة فسيضعك في حيرة لانا انت اصلا مشيت مشوار بدونه وكأن ما عندك هني انت حيرة بخصوص الشراكة صار لكم فترة طويلة مبتعدين عن بعض صار لكم سنين بعد اتكلم مع برج الدلو اللي راح تكون له فترة ابتعات طويلة عن الشريك او الحبيب ومن ثم عندما يصل الى حياته مرة اخرى رح يتركب له الامور رح يخلي في حيرة لان اشوفك هنا برج الدلو اصبحت قوي وعازم على ان تمضي قدما وتفتح لنفسك بزنس جديد شراكة جديدة عندك معجبين جدد فرجوع هذا الشخص من الماضي ومن علاقة سابقة رح شوي كركب لك الامور اللي بعدا ما الذي يخفيه الحبيب الزاهدة والمتصوف يبحث عن النجمة يبحث عن النجمة ولكن اللي قاعد يخبئه انه رح ياخذ وقت طويل من اجل ان يحصل عليك احتمال الامور متعلقة بشيء مادي بشيء خص نضوج هذا الشخص واكتشافه لمكانتك في حياته ممكن ولكن رح ياخذ وقت طويل عشان يطلع من هاي الحالة حالة الازلة والوحدة والابتعاد عن الحب بشكل عام ولكن كثير التفكير فيك يحلم فيك وايضا يرى كوابيس بخصوصك واسوأ مخاوفه ان انت تكون مع شخص ثاني دائما كأنه موثب في تفكيره ان انت محاط بالاشخاص محاط بالاهتمام قاعد يفكر من حاليا اللي عندك انت في علاقة حب من حاليا اللي قاعد يسأل عنك موجود في حياتك عنده كثير من هوس في هاي الامور فارس السيور احتمالنا عند نية ان يكمل تعليمه او يعني يسافر وان ايضا عنده مهمة خاصة تخص العمل اوكي بداية الجديدة فامان الاكواب هذا الشخص كأنه بينه وبين نفسه قرر لوحده لوحده بانعزال ان انت يا برج الدلو تستحق افضل وتستحق ان هو ايضا ينضج ويحقق لك استقرار افضل في العلاقة في الزواج استقرار مادى احتمال فكأنه اوهني مضطر انه ياخذ رحلة طويلة عشان يستطيع يوم الايام يجد هاي البداية الجديدة ولكن عنده قلق قلق انه عندما يرجع ويكون مثلا حقق اللي يريد ان يحققه من اموال من نضوج من استعداد للارتبار مرة ثانية من يعالج مشاكله نفسية احتمال ايضا هذا الشخص عنده مشاكل نفسية ما يحترف فيها عنده نوع من الهوس بالتفكير عنده نوع من الوسوسة عنده نوع من الغموض يظهر شيء ولكنه يضمر شيء مختلف جدا هذا نوع من الهوس النفسية فهو محتاج رحلة طويلة يعالج وينضج فيها اكبر مخاوف ان يرجع ويلقاك عندك العربة وعنده ثمن الاكواب يرجع وما يلاقيك او يلاقيك مع شخص طاني يلاقيك ذهبت ورحلت فعلا مو فقط من اجل تخويصه ولكن فعلا رحلت سواء لوحدك او مع شخص طاني اللي بعدها قراءة الحساب ثم السؤال للعزاب من القادم في طريقك ما هي مواصفاته وارقعات؟ العربة مرة اخرى لا تنس ان في قراءة المنفصلين انت كان عندك العربة كارت المضي قدما التحكم بزمام الامور الغصنين او سوري تكرغت الكبتال خلاعي تخلطه مرة ثانية هلنشوف لا نقادم في طريقك الغصن الصغير الخماس الأول شخص يحاول ان يستملك لان انت مسهل ان تستملك يحاول ان يدخل الى قلبك يغريك اغراء عندنا طاقة الاغراء ومشاقة الاغراء ممكن يكون بالحب ممكن يكون غزل ممكن يكون بالامور المادية جانبة عندنا الخماس الأول ممكن يغريك حتى بالارتباط ليش؟ لانه يعرف ان انت مسهل ان يحصل على اهتمامك ووقتك وايضا مسهل ان تقنع برج الدلو ان يكون في علاقة التزام فقاعد يحاول اهني اشوفه يفكر ماذا يحب برج الدلو ماذا يريد برج الدلو الان من الحياة انا اقدر اقدم له عشان يقبل ان يكون معك مهما كان الثمن انت قاعد تتعامل مع شخص مهما كان الثمن مستعد ان يدفعه وراء اميرة الاغصانة والغصم الصغير يوجد شخص املاق نية كبيرة نية كبيرة شخص راسم عليك انت ومستعد انه باي ثمن يحصل على مستقبل معك العربة مرة اخرى ملك الارض تزع السيوف كأنما قراءة العزاب قريبة او ترتبط نوعا ما بقراءة المنفصلين اذا انت يا برج الدلو خرجت من علاقة وانهيتها ومستعد لدخول شخص جديد في حياتك هذه بالضبط القراءة من اجلك اهني يقول لك ان انت تحاول ان تمضي قدما مثل ما قلت لك في قراءة العزاب ارجع لقراءة العزاب وشوفها تحاول ان تمضي قدما من علاقة مع شخص من برج ترابي جدي عذراء ثور تحاول ان تبتعد عنه تحاول ان تهرب مو سهل ان تهرب من هذا الشخص لا تأثير عليك لا مكان احتمال في قلبك ولكن اول كرتين اهمة فقط اللي خصون الشخص الجديد ترى اللي قادم في طريقك مواصفاته 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 ما علينا من الشخص القديم لان انا اصلا تكلمت عنه في قراءة المنفصلين ارجع لقراءة المنفصلين اللي في اول الفيديو مواصفات الشخص الجديد مواصفاته كرت البرج قلت لك مهما كان الثمن مستعد انه يبني او مستعد انه يهدم مهما كان الثمن عشان يحصل عليك قبل ان يدخل حياتك سيجمع عنك المعلومات قلت لك ماذا يريد برج الدلو اربع السيوف مربة تجارب في السابق نعم وعنده لحد الان علاقة منفصل منها ولكن ما انهاها بشكل كلي تسع الاكواب تسع الاكواب هو تحقيق الامنية هو كرت فرعي لكرت النجمة النجمة هي الطاقة الاصلية لبرج الدلو تحقيق الامنية هذا الشخص وقعت عيناء عليك من بعيد احتمال حتى انت لم تلاحظه او لن تلاحظه في المستقبل سيلاحظك هو وسيرسم عليك رح يراقبك رح يحاول يعرف لماذا انت ممتنع عن الحب هذا الشخص طاقة شوي تخوف لان اشوفه يستطيع ان يقراك يقرأ حتى روحك غرأ انه عنده احتمال انك رح تتعامل مع شخص هو ايضا هوائي او ذكي جدا اذا كان مو برج هوائي يدلو ميزان جوزاء انسان جدا ذكي يعرف يحسب بالملي قبل ان يدخل حياتك ويكركبها رح يكون جدا مخطط ناجح يرسم عليك ولكن بطريقة ذكية في النهاية بدون ان تدرك رح تجد نفسك في وضع معه او في شراكة او في زواج او في علاقة في النهاية هذا شخص مستعد ان يدفع الثمن عشان يحصل عليك ممكن يكون ايضا برج شخص من برج ترابي ولكن شخص جديد او حتى ممكن بعد اشوف هني سوناريو شخص من الماضي البعيد برج ترابي سيرجع لك بعد طول قياب بعد اختفاء فترة طويلة سيرجع من اجل ان يحصل على النجمة ان يحقق امنية للطالة ما تمنى وهو ان يكون معك واذا كنت تتوقع وتتمنى شخص جديد فتوقع ايضا برج ترابي او مائي هذا الشخص انضج منك سنا وفكرا وهني قاعد اشوف ان تعليم اقل منك ولكن ذكاء وخبرة في الحياة هو اخضر منك عند ملك الارض يمتلك الاموال كريم في الاموال ولكن ما راح على طول يغريك بالاموال لان برج الدلو ذكي ما يقع عندك العربة تحاول ان تمضي قدما صح ما راح تقع في اول اغراء يصادفك في الطريق لذلك انت تعامل مع شخص ذكي راح يسأل نفسه ما الذي فعلا اقدر قدم لبرج الدلو وما راح يقدر تقاومه هل هو الزواج؟ هل هو الحب الشاعري؟ هل هو الاهتمام؟ راح يعطيك اللي انت تتمنى وتطلبه ولكن احذر ان مع هذا الشخص انه جدا طاقة طاقة الذهاء والذكاء احذر ان انت تحصل منه على ما تريد اولا يحقق بك امنيتك بعدين تحقق لامنيتك اوكي؟ وهنا عندك ايضا كارتة عدم التسرق في الحب عليك اول ان تفهم حقيقة هذا الشخص تعرف نواياتك تشفى قبل ان تدخله لحياتك عشان كأنه هنا سيناريو اذا نجحت انت في التحكم في مسار هاي العلاقة مع هاي الشخص راح تحصل على مرادك واذا ما نجحت راح هو يحصل على مرادك انت تعامل مع شخص جدا ذكي انزين؟ منصفات الشكلية شخص قوي البنية قوي الشخصية يحب ان يكون هو المعيل هو اللي يصرف عليك هو اللي يهتم فيك هو اللي يحط لك البرنامج والموافقات على الامور اللي راح تسويها وهذا ضد طبيعتك الهوائية ولكن هو يحب هذا الشيء يحب ان يهتم فيك وبادق تفاصيلك وعين على الارتباط او الزواج او ان يكون معاك بتملك عند ايضا طاقة التملك هذا الشخص وأعرف ليش خصوصا الدلو دائما اللي يأتون في طريقة من الابراج الترابية سبب الانجذاب احتمال للطريعة الهوائية قلت لك احتمال ايضا انه لحد الآن في زواج او في علاقة ولكن منفصلين ولكن لم ينهيها بشكل رسمي حسنا اللي بعده قراءة المرتبطين طبعا المرتبطين ممكن يكونون مرتبطين في زواج او علاقة او حتى خطونا كيف يراك الشريك اول سؤال كيف يراك الشريك هذه الفترة اذا كانت متزوجين وبينكم ابناء الشريك يحس ان انت كثيرا تدقق على الامور السلبية داخل المنزل كثير صارم مع الابناء او كثير حتى صارم مع الاهل مع الاطراف اللي موجودة في العلاقة اذا كنت غير متزوجين فانت قاعد تدقق على افعال الشريك هو يحسك ان انت تدقق عليه لانك مش فاهمة وان كان يراك ان انت اذا اردت يا برج الدلو وان تفهمها ستفهمها ولكنك هناك انا مرافض ان تفهمها ولكن اين سيذهب منك الا اليك معاك يحصل على كل شي في الحياة عندنا كارتين بينون الوفرة وجود كل ما نتمنى الامبراطورة الرخاء اكتمال وايجاد كل شي وايضا الساحر يمتلب كل العناصر العالم برج الدلو الشريك يرى ان انت ما تحب ان يخليك او ما تحب ان تعيش الحياة حسب معاييره حسب معايير اهله حسب معايير المجتمع انت كأنه مهني قاعد ينظر لك من بعيد ويراك تنجح في كل مرحلة ولكن باسلوبك الخاص بذكاء بان تتصرف ان انت مفكر مستقل تتصرف مستقل الناس كلهم يروحون يمين انت تحاول تروح يسار من اجل ان تكتشف تحب الاكتشاف ولكن فقط الاشياء اللي ما يحبها فيك هذه الفترة انه محتار معاك اوكي لماذا انت ترفض ان تفهمه او ترفض ان تتفهم معه ليش انت شوي صير عصابي عنيد او اما تسوي للي ابيه او ابتعد عنك عنديك هاي النوع من الطاقة كانما هني ايضا قاعد تضغط عليه باستخدام اشياء خارجية الساحر ممكن يكون ايضا متلاعب قاعد تضغط عليه باكثر من اسلوب اوقات تضغط عليه باستخدام اهله اهلك ضده الاموال اي شي بينكم التواصل حتى الابناء قاعد تضغط عليه او مش قادر يفهم طبيعتك في هاي الفترة وان كان يشوفك لو ارد ان تفهمه تقدر يشوف فيك الشريكة المثالي اللي تمتلك جميع المقومات اللي يحبها العناد التمييز الرخاء التفكير المستقل ولكن احسك انه مش فهم الفترة هذي اللي بعدها ما هي لقاط قوتك العلاقة لقاط قوتك اربع السيوف اربع السيوف قلتلك اساليبك يا برج الدلو اما تعطي برج الدلو انت اساليبك ما تنتهي جعبتك عندك السيف عندك الخماسي عندك الكوب وعندك الغصن جعبتك مليئة بالحيل اللي تقدر تسويها نفذها عشان تحصل على ما تريدها توجد المستحيل لنفسك هذي من نقاط قوتك ايضا ولكن كأنه ما قاعد تستخدمها ضد الشريك في هاي الفترة القوة برج الاسد دائما برج الدلو يعتبر الكاونتر بارت الكاونتر بارت لبرج الاسد مو ما بقولك العدو واللدود ولكن الشخص البرج يستطيع ان يقف او يواجه قوة برج الاسد لانه متمرد لانه حيله ما تنتهي لانه مسترطقته ما ينتهي عنده علامة الانفنيتي فوق رأسه لانه في الهواء لانه يمتلك السيطرة على عناصر العقل اساليب العقل اساليب الضهاء الذكاء التلون اقدر البس اي ثوب اي شخصية كل يوم هذي ترى من نقاط قوتك ملك الارض مو فقط الهواء حتى عناصر الارض تمتلك السيطرة عليها كأن مشاركك هنا يحتمال كبير ان يكون من الابراج الترابية جدي ثور عذراء ولكن عيناها عليك عرفت؟ لا يحب احد غيرك ولا يريد احد سواك ولا يستطيع احد ان يجذب انتباهك كما انت جذبت انتباهك هاي من نقاط قوتك وايضا تعرف شلون تخوفه يخاف منك تعرف شلون تخليه خاف او يقلق عندما تحتاج قلت لك هني قلت الساحر قاعدة اشوفه معكوس عندما يكون معكوس معناته فيها نوع من طاقة التلاعب طاقة لازم تسوي اللي انا ابي خمس الاكواب المرارة هني عندنا تعرف تخليه يقلق هني تعرف تحسسه بالمرارة الساحر ممكن يطلع او يسوي اي حيلة الحيلة ممكن تكون ايجابية وممكن تكون مخيفة يعتمد على الساحر نفسه طاقة الخاصة انت كانما هني قاعد تقول لشريكك من نقاط قوتك اما تسوي الامور اللي انا ابيها او الامور اللي من حقي الامور اللي انا استحقها او رح قريك نجوم الليل فعز الظهر هاي النوع من الطاقة تعرف شلون تكون اما ايجابي اما سلبي تعرف شلون تدلون هذا ترى يقولك يا برج الدلوم من نقاط قوتك ماذا تفعل انك يتحافظ على العلاقة او تطورها احتمال انك ايضا شركك من برج الاسد او من الابراج النارية كرت القمر برج الحود العدالة برج الميزان السيف الصغير خمس الغماسيات البرج برج الدلو عشان تستطيع ان تمسك العصر من النص انت محتاج الى التوازن ما بين الطاقة ما بين الطاقة الايجابية انت قتل حبيب كل ما يتمنى وما بين الطاقة السلبية اللي راح اقلقك و راح اخيفك و راح احسسك بضعم المرارة اللي انت قاعد تحسسني اوها محتاج التوازن في الطاقة محتاج ان ما تظهر لشريكك الجانب الهوائي منك للفترة القادمة جانب العقل جانب الذكاء جانب الحساب جانب التقييم حاول ان تعكس الطاقة تروح الى طاقة الماء هنا انذكرت برج الحود طاقة الماء هي طاقة الحب طاقة التفاهم ممكن انت غلط و انا احاسبك او ممكن اسامحك طاقة الماء هي طاقة التشافي المسامحة خذ الجانب الايجابي في الفترة القادمة مع شريكك لان اشوف في السابقة انت شوي تدقق عليه او تحاسبه او تحب انك تسوي الى اسلوب حبة بحبة العين بالعين وهي تنرح من الطاقة و لازم الظل تتذكر شوف لا تهدم كل شي انت بنيته عندك البرج لحظة انهدام البرج و خمس الخماسيات تذكر شغلة واحدة ان انت كما شريكك عندك الكثير لتخسرها في هاي العلاقة انت استثمرت انت ايضا لو حدث لو سمح الله الانفصال انت ايضا راح تخسر مو فقط شريكك مو فقط لان انت تملك جميع الحيل والاساليب والذكاء انت ايضا حقيقة الوضع انه راح تخسر راح ينهدم عندك اساس تعبت عليه دائما تذكر ان انت لا ترغب ان تهدم جهودك مع هاي الشخص ترغب ان تحافظ على الابناء الزواج الارتباط خل هذا الشيء امام عينك عشان تقدر تظهر للشريك طاقة الماء طاقة التفاهم طاقة حتى وان كنت واثق من اخطاء الشريك سو نفسك مش فاهم سو نفسك تلميذ وان كنت فاهم اكثر ما انت دعنا اشتركوا في جهة موسيقى اشتركوا في القناة